السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقضان جديد أدري نكاتف العنوان كلام مهم ومدري إيش إيش في كوانت الدذيت أنا كل يومين طالعنا بكلام مهم وتحديث القناة بما أن الموضوع يعني اليوتيوب فلا بد أني أخبركم بالسالفة لزوم العلم الشيخ بالسالفة قبل يومين أخوان جتني دعوة من شركة كبيرة جدا في مجال طبعا أنا مهندس مدني فندوني قالوا لي يا حبيبي تعال حنا شركة في مجال الشوارع والطرق والجسور والسالف هذه كلها فالحين أنا بنتقل من نفس ما تقول يعني شركة صغيرة كذا مهتمة في مشاريع سكنية إلى مشاريع كبيرة مع مؤسسات يعني حكومية وتعتبر طرقية كبيرة للمهندسين المدنيين لكن البعبوس وين الاشكالية وين الاشكالية هي طويلة للعمار أن المدينة هذه مدينة الشارقة مدينة بعيدة من أبو ظبي اللي أنا ساكن فيها الموضوع ما فيه قالوا لي أنت فترة اختبار تجي عندنا مدة شهر رح نختبرك السكن متوفر فما قدرش القشي كذا وأخور لكم هناك يا أخوان لابد أن في هذا الفترة يعني أنكم تعذروني تتفهمون الموضوع سبب خمول القناة ممكن عندي مقاطع بكس كذا برفعها لكم عندي حلقة واحدة من بنار لورد ممكن الوضع يقلب فلوقات لأنه يشوفها أفضل لأن يوم واحد بيكون لي بس أني أرجع إلى هذه الغرفة اللي هو في الويكند في خلال الأربع سابيع يعني بتكون عندي تقريبا أربع أيام فبحاول أن أقلب الوضع ممكن فلوقات أسهل لي أني أصور الفلوق ويوم أجي في هذا اليوم أسوي له هدته وأرفعه فبيكون الوضع أسهل وبالمناسبة عندي فلوق مجهزة مجهزة الآن فلوق ناري أسطوري بالدراجة إن شاء الله رح ينال عجابكم فلا تنسون تفعيل الجرس والله يا أخوان الفترة الأخيرة خصوصا من قنوات الجيمينج صعب جدا أنك تطلع بالمشاهدات يعني قبل فترة كنت تعب المقاطع وحصل ثلاثين مشاهدة خمسين مشاهدة مية ميتين ثلاثمية خمسمية ألف الحين الحمد لله السلسلة الأخيرة نزلت عنها عشر حلقات والحمد لله بفضل الله ثم دعمكم والكومنتات واللايكات والتشجيع بديت أوصل يعني الفترة الأخيرة كل المشاهدات كانت في هذه السلسلة ألف وفوق ألف وفين وثلاثة الموضوع يا شباب الله صار سريع جدا والجماعة مستعجلين كذا تيجي ولا نشوف مهندس غيرك فهلس جايكم فعساها بدايت خير وبس يا شباب حبيتني خليكم الصورة أدري إن في كومنتات كثيرة يطالبوني بشغلات معينة سويها في الحلقة الجاي وكذا ما أدري إش الوضع الوضع مترخبت ددا وجالسة جهز أموري جهز شنطتي كذا بروح بكرة أتمنى أنكم تفعلون الجرفة التنبيهات وما تسحبون علي يعني كذا جرد فترة جهرة كذا ناسبني الشغل نقلت دنيتي كلها هناك وخلاص مع ناسب الوضع رجعت لكم هنا بنفس الغرفة وشفتوني مكمل والأمور سهلات إن شاء الله أتمنى أني ما طولت عليكم ونراكم إن شاء الله على خير جرس التنبيهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته